اهلا وسهلا بكم مجددا اعزائنا المتابعين في هذا التقرير من اكوتي جلوبل ماركتز معكم رائد الخضر نتحدث في هذا التقرير عن النقطة الاولى النفط النفط تحت الضغط بالاتجاه المنخفض تماما كما ذكرنا يوم امس وفعلا النفطي تراجع حتى بمستويات 43 دولار نتحدث هنا عن WTI وذلك بنتيجة تعدة عوام رئيسية اولا لا تزال تخمت المعروض هي التي تفرض وجودها على الاسواق وبالتالي فرط العرض النفطي مقابل الطلب ثانيا التغيرات الجيوسياسية وايضا التوترات اجمالا في منطقة الشرق الاوسط تلقي ايضا بضلالها على اسعار النفط في الوقت الحالي ما هو الوضع الفني بالنسبة لWTI 43 دولار للبرميل هي مفتاح لمزيد من التراجعات ومزيد من الانخفاضات والان ينخفض دون هذه المستويات في الوقت الحالي لان يمكن ان يصل سعر البرميل اذا بالتالي نستهدف مستويات قد تصل الى 40 دولار وصل الى 38 دولار للبرميل خلال فترة قصيرة نتحدث عن هذه التداولات اليوم ويوم غد خصوصا اذا جاء التقرير مخزونات النفط الامريكية المنتظر خلال التعاملات هذا اليوم بقراءة مخيبة للامال حتى الان التوقعات بان يكون هناك نقص في هذا المخزون مما يدعم اسعار النفط بشكل كبير باكثر من النقص الذي كان في القراءة السابقة لكن اي قراءة عكس ذلك او زيادة في المخزون بلا شك سوف تعطي مزيد من الضغط على الWTI في الوقت الحالي وامكانية التراجع نضيف العامل الاضافي بالنسبة لأسعار النفط في النقطة الاولى هو الدولار الامريكي المرتفع اجمالا امام معظم نظرائه لا يزال يضغط على اسعار السلع اجمالا بالاتجاه الهابط ثانيا لدينا زوج اليورو دولار امريكي الذي يستهدف امكانية الانخفاض نحو مستويات الـ 1.1080 من المستويات الحالية عند الـ 1.1440 وذلك ايضا بنتيجة قوة الدولار الامريكي وهي المسيطرة حاليا وهي التي تضغط على مجموع الازواج زوج الباوند دولار امريكي وصل الى مستويات دعم محورية وتمكن من كسرها في الوقت الحالي الذي نصور فيه هذا الفيديو عند الـ 1.26 بالتالي اغلاقنا دون هذه المستويات مع استقرار الاغلاق بشمعة قوية ممتدة على الاقل في 1 hour يعني شمعة الساحة واحدة تغلق دون مستويات الـ 1.26 تعطيني مجال للانخفاض اكثر واستهدفات بحوالي 60 الى 70 نقطة بالاتجاه الهابط الفشل بالاغلاق دون الـ 26 منهم يعيدنا مجددا للتارغت القريب عند الـ 26.40 ومن ثم البعيد عند الـ 1.27 اسعار الذهب تحت الضغط ايضا مستويات الـ 1.248 دولار للانصة تعتبر مستويات مؤقتة جدا ومزيد من الانخفاض ممكن جدا 48 هي المقاومة بشكل عام على اسعار الذهب والاهداف هي عند مستويات 43 وصولا الى مستويات ادنى عند الـ 30 دولار للانصة هذا كل ما لدينا في هذا الفيديو اشكر لكم المتابعة واراكم على خير ان شاء الله في الفيديو القادم